منع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم منح استراحة لللاعبين المسلمين خلال المباريات التي تجرى في الفترة المسائية من أجل الإفطار في شهر رمضان بدعوة أن ذلك لا يتوافق مع نظام الاتحاد الفرنسي لكرة القدم وبررت لجنة الفيدرالية للحكام التابعة للاتحاد الفرنسي لكرة القدم أن الأمر يتعلق بمبدأ حياد كرة القدم في فضاءات التدريب وقد أشار الاتحاد وهيئاته المركزية إلى أنهم يدافعون عن القيم الأساسية للجمهورية الفرنسية وعليهم تفعيل كافة الوسائل لمنع أي تميز أو انتهاك لكرامة أي شخص خاصة بسبب معتقداته السياسية والدينية وأكد الاتحاد على أن مخالفة هذه التعليمات قد يؤدي إلى فرض عقوبات تأدبية أو جنائية وخلافا لذلك فإن المسؤولين عن كرة القدم الإنجليزية يسمحون بفترات لراحة اللاعبين المسلمين من أجل الإفطار أثناء المباريات واعيا بمشقة الصيام خلال اللعب اشتركوا في القناة